ترجمة نانسي قنقر وكشفت صحيفة الخبر اليوم فحوى التقرير الذي كتبه المنسق العام لمباراة الذهاب بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان المغرب المعين من قبل الكاف وهو المالي ماديديالو الذي أحرج المتواطئين مع المغرب والكاف بتقرير واضح ولا غبار عليه يشيد فيه بالجانب التنظيمي المحكم الذي وقف عليه في الجزائر خلال موعد مباراة الذهاب نصف نهائي كأس الكاف التي قاطعها دون سبب الفريق المغربي وكتب المنسق العام في تقريره للكاف كل الظروف الأمنية كانت متوفرة في الجزائر من أجل برمجة المباراة بين الفريقين وهي شهادة غلقت كل المنافذ أمام عدد من الرسميين في الكاف وعلى نادي نهضة بركان والاتحادية المغربية للقول زورا بأن ثم تنزلقات أمنية بدليل أن الجماهر نفسها وعلى الرغم من مقاطعة نهضة بركان للمباراة قدموا أفضل وأجمل المشاهد على الإطلاق من المدرجات